الإعلامية الكويتية فجر السعيد تثير جدل واسع بعد نشرها لصور مطار بيروت بدون كهرباء للشماتة فقد نشرت فجر السعيد على حسابها على تطبيق X صورتين مظلمتين للمطار قائلة مطار بيروت ظلمة أستغفر الله العظيم ما حد قالكم اضايقوني وترى هذا أخف شي حتى الآن من حبتي ما شفت شي متعاطفة معاكم من خلال هذا التويتر استهزأت الإعلامية الكويتية بالأزمة التي يعيشها لبنان مما استفز الشعب اللبناني التي لم يبخل عليها بالتعليقات والانتقادات جعلت من اسمها تريند في الساعات القليلة الماضية في تعليق مقتضب قالت ندا مار ما يلي الويل لشامتين من دوران الحياة وقانون الكارما جوانا من جانبها ندمت على دعمها للإعلامية في أزمتها بمطار بيروت وعبرت عن ذلك من خلال التعليق التالي تعاطفنا معك بمشكلتك بمطار بيروت بس أنك تشمتي فينا مش حلوة منك وعيب عليك صغرتي أو صغرتي حالك بعيننا المضيع اللبناني غديموسى تفاعل كذلك مع منشور فجر السعيد وأكد أن الشماتة ما يبررها شيء فقد كتب من حقك تعبري عن رأيك وترفضي منعك دخول لبنان أما الشماتة هذه فعلا ما يبررها شيء وهذا ما يفرق إنسان عن آخر لبنان رغم كل ما يعانيه لا يزال وجهة مليئة بالوافدين الشماتة بالعتمة ومأساة غيرك لا يبررها ما حصل معك ميس شو من جانبها استغربت تصرف الإعلامية وشماتتها في مثل هذه الظروف قائلة يعني وصلنا زمن نتخذ فيه مصائب الناس مادة للضحك الله يعينهم على مبلعهم ويفرجهمهم أما مهال فغيلي فقد استهزأت من جانبها بمنشور الشماتة قائلة يحليلت شعاد حوبة مرة واحدة ترى مو شيء جديد هالسالفة كل صيف عندهم أزمة كهرباء وتطفي جدير بالذكر أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد منعت من دخول الأراضي اللبنانية منذ أسابيع وكانت قد أعلنت عن هذا الخبر من خلال تويتر وأكد بعدها مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الخبر في بيان قيل فيه أنه تبين بعد التدقيق في مستندات الإعلامية أنه بحقها إجراء عدم السماح لها بالدخول إلى لبنان فما رأيكم أنتم مشاهدين في تصرف الإعلامية الكويتية في المنشورة لنشراته وكذلك ردود أفعال النشطاء شاركونا أراءكم شكرا للمشاهدة